نخش بقى على مباراة الزمالك وبيراميدز مباراة حكاية كمان ساعة كمان مش هقولك بكرة كمان ساعة المباراة وقلت انا في المقدمة انه يشكر بيراميدز اللي خلانا نقول على المباراة دي مباراة قمة يعني منافس تالت مع الاهل والزمالك وخلى فيه مباراة اكثر امتاعا وايصارة في الدولة المباراة دي شايفها ازاي بشكل عام وكان نتكلم عنها يعني طبعا المباراة تبقى قوية جدا خصوصا الظروف اللي هي محطوط فيها نادي الزمالك ونادي بيراميدز نادي الزمالك بيلعب على القنمى نادي بيراميدز بيلعب على القنمى او بيحاول يلاحق نادي الزمالك الفرقتين من الفرق الممتعين فرق بيلعبوا كرة هجومية ودي برضو متعشمين في مباراة بكرة انه هنتفرج على كرة وهنتفرج على مباراة ممتعة اللعيبة اللي هنا لعيبة مؤثرة جدا عندهم حلول فردية واللعيبة في بيرامدز أيضا عندهم حلول فردية فأعتقد اتنين مدرين فنيين كل واحد لفكره اللي هو بيشتغل به فأعتقد أن هي تبقى مباريات القمة وفعلا لازم نشكر نادي بيرامدز أنه بقى عندنا فريق ثالث كان نفسينا نلاقي فريق رابع واللي اسماعي بيدخل بتحديد خلص المصري كل الأندية الكبيرة وخصوصا الأندية الجمهورية لأن مباراة مباراة زي بكرة أعتقد لو الجمهور كله بيدخل كنت هتلاقي الاستادة بتقفل لو بتلاقي بيرامدز لسه ممكن ما عندوش جماهير لكن اللعيبة اللي موجودة ديت يعني زي ما بيقولوا لعيبة قيلة بلغة الكرة لعيبة عندها على مستوى عالي جدا عارف عشان نخلاف دايما على فكرة إنه لو أنديها جمهورية أو مش أنديها جمهورية أنا ليه بقول بيرامدز يوشكر وبكرة إن شاء الله فيه تشاره فرقه وإن بيه بقى هم برضو الأندية دي صحيح همالهاش الزهير جماهيري ونحب دايما نشوف الجماهير في الملاعب بس هم برضو اللي خلوا جماهيري الكرة المصرية بكرة يشوفوا المبارة دي مش مختلف خالص لكن في نقطة أنا بتكلم أنت دلوقتي أنا هشجع مين لأنني بتكلم بلغة الجمهور اللقتي أنا بتكلم بلغة إن أنا بره مش بتكلم بلغة إن أنا إعلامي أو بتكلم بنقطة العيب كرة أنا بتكلم على جمهور بره يعني للأهل بكرة هيشجع بيرامدز ودي غريبة إنه هو عايز بيرامدز يكسب الزمال لك عشان تبقى الفرق النقطة بقول أي لا نادي الزمال الجمهور نادي الزمال لك بكرة وكله بيقول إن شاء الله بإذن الله إنه هم يكسبوا بإذن الله يكسب يبقى بنسبة 70-80% دوري بسبب مستوى الفرق الأخرى أو بسبب مستوى الفريق النادي الأهلي إنه هو هابط حالياً فمباراة هي مباراة صعبة هي مباراة ممكن حد يخطف ويجري بلغة الكرة عندنا فأعتقد هي شوية حاجات صغيرة كل مدير فني يعني هيحط السيناريوهات في المباراة مين هيجازف مين هيجازف إمتى من كل النقطة دي هيشتغلوا مع بعض فيها أكيد بيرامدز عمال مباراة كبيرة قدام الأهلي في الدوري هو عنده تقريباً الإسكواد أو التشكيلة الأكثر عمكان بين التلات المنتنفسين يعني هو تشكيلة حد سوالة حرك بقى مليانة نجوم ومليانة أسماء كبيرة عكس الزمالك اللي عنده نقص كبير عكس الزمالك اللي عنده نقص كبير بيرامدز بكرة تاكيز يونياس هيلعب إزاي مع الزمالك هل هلقب نفسه هيلعب بها قدام الأهلي ولا هيبقى له أسلوم مختلفة أنا وجد نظري أن أكيد بيرامدز أكسرهم هدوءاً أكسرهم عدم ضغوطات لأنه ما فيش جمهور وراه وخصوصاً عندك لعيبة تقدر تلعب تحت هذه الضغوطات ولعيبة دولية لعيبة كبيرة خدوا بطولات سواء مع الزمالك سواء مع الزمالك فعلعيبة تقدر تتكيف مع الوضع لكن أنا وجد نظري من اللي شفناه من مستر تاكيز جونياس إنه هو مدرب عائل مش بيغامر بسرعة هو لعب مع نادي الأهلي عمل الزمال ديفينس إدى الاستحوازه دي كتغريبة جداً إنه هو يدى الاستحواز للنادي الأهلي أعتقد إنه هو هيعمل كده مع نادي الزمالك بردو ممكن يدي له استحواز وممكن يشتغل على الفراغات اللي هي سواء في القلب أو على الأطراف اللي بيشتغل فيها لعيبة بيرميدس أو لعيبة الزمالك إنه هما لو طلعوا وهجموا من قدام أعتقد موجة نظر إن الزمالك الأقرب لي لو هو بيعمل بلد أب من تحته وبيشتغل لازم يتغط ضغط عالي في البداية الزمالك يتغط ضغط عالي لكن لو أنا خفت وهو خاف هتلاقي المباراة سجال في نص الملعب هتلاقي واحد بيروح واحد بيجي عشان كده إحنا كما الجماهير نفسنا لنبقى المباراة ممتعة أنا عايز هو ده يضغط هنا أو ده يضغط هنا عشان إحنا نشوف مباراة جيدة لكن كل مدير فني عارف التوقيتات وعارف هيغير مين ولو حصل فلان مثلا اتصاب أو حصل أي موقف هيحط مين فهي معدلة صعبة لكن على الورق المطشي خمسين خمسين لكن اللي هيفرق إيه بقى؟ الفورق الفردية واللعيبة اللي عندها الحلول الفردية أنا وجهة نظري بكرة زيزو عليه عامل كبير جدا شيكبالا عليه عامل كبير جدا سيف الجزيري عليه عامل كبير جدا ده بالنسبة إمام عشور عليه عامل كبير جدا في التصويب إنه هو يعمل ضب الباص يروح الكرة السابتة هتبقى مهمة جدا في مباراة زي دي لأن عندنا الوينش بيشتغل فيها بشكل كويس على ناحية تانية بقى عندك عبدالله السعيد عنده فورق في الكرة السابتة بيعرف يصوب عندك رمضان صبحي واحد على واحد بيعرف يعدي فالمباراة ممتعة